السلام عليكم ورحمة الله وبركاته و أهلاً و سهلاً بكم أعزائي الطلاب والطالبات صف الخامس ابتدائي في مادة الرياضيات محدثكم عبدالله آل اشتايد و ترافقني بلغة الإشارة الأستاذ نسرين النصار نرحب بكم في دروس جديداً من دروس الرياضيات هذا الدرس هو القسمة و الكسورة الاعتيادية أعزائي الطلاب والطالبات دائماً خير من استهلوا به درسنا بسم الله و الصلاة و السلام على خاتم الأنبياء و مرسلين محمد صلى الله عليه و سلم طيب الآن أعزائي الطلاب هم شيء في هذا الدروس لازم أو شيء تفهم بعد الفهم تستطيع أن تحل أي مسألة إذلك ركزوا الآن جيداً على الشاشة نبدأ كما تلاحظون الآن اليوم عندنا درس القسمة و الكسور الاعتيادية طيب فكرة الدرس كما تشاهد الآن جيداً على الشاشة أمثلوا مواقف القسمة آه في مواقف القسمة طيب الكسور الاعتيادية هذا اليوم هو هدفنا طيب أنت المفترض الآن تعرف ما معنى القسمة عندك رح نقول لك في مواقف ترى كلها عدل العملية للقسمة لماذا؟ لماذا قلنا قسمة و كسور؟ تدرون لماذا؟ لأن القسمة هي أصلاً كسر يعني أنت خدتوا زمان خدتوا القسمة بها الطريقة كده صح؟ هذه صح؟ ثم خدتوا القسمة المطولة هذه صح؟ الآن رح تأخذ قسمة بشكل ثاني اللي هي كده و خدتوا زمان في فصول سابقة هذا الصف الرابع و غيره خدتوا هنا البسط تمام؟ الفوق هو البسط و الذي تحت هو المقام و هذا سميه خط كسري هذه ترى قسمة نفس طريقة هذه نفس طريقة هذه لذلك عشان كده قلنا مواقف القسمة مرتبطة بالكسور الاعتيادية طيب هذا جميل حين أنتم الآن فهمتوا القسمة شكل ثالث لكم بسط و مقام طيب الحين في مواقف رح جدا مهمة اللي ركزوا جيدا في الكلام هذا جيدا أول شي لازم تحدد المقصوم اللي تبي توزعه وين يصير أول واحد هذا هم شي إذا عرفتها خلاص رح تستمر يلا الآن نبدأ مع بعض استعد وعاء مملوء بالحليب هذا هو الوعاء تمام؟ يكفي لملء ثلاثة أكواب طيب جميل الآن هذا الوعاء حابة وزعها على كم؟ على ثلاثة أكواب طيب ما كمية الحليب التي ستوضع في كل كوب؟ طيب هو الآن ما قال لي قسمة صح ولا؟ ما في قسمة ما قال لي قسمة ولا شيء كيف أفهم؟ تفهم إذا يبغى منك الوعاء الكوب الواحد القسمة يعطيك شيء ويبغىك تجزه يبغى الشيء الواحد إذا عرفت الشيء الواحد ترى هذه قسمة خلاص طيب يلا لا تعام أركز جيدا هنا في الشاشة هذا الوعاء الآن مليان بالحليب حابة وزعها على ثلاثة أكواب طيب كم يأخذ هذا الكوب الواحد كل كوب معنى كل كوب معنى الكوب الواحد هذا كم يأخذ بالنسبة إلى هذا؟ كم يأخذ؟ إذا عندك مثلا حليب في هذا الوعاء حابة وزعهم على ثلاثة أكواب بالتساوي انتبه القسمة بالتساوي إذا عطيت الكوب الواحد نفسه تعطيه الكوب الثاني نفسه تعطيه الكوب الثالث بالضبط هذه القسمة الآن طيب تعالوا أنتم الآن نشوفها هنا الآن ركز جيدا معي إذا أول شيء وعاء مملوء يعني كم معا عندي واحد هذا الوعاء هو اللي يبقسمه فهمتوا هو اللي يبقسمه يصير أول واحد طبعا لاحظ معي هذا لو لاحظتوا زي هذا هذا بيأخذ الكوب الأول افترض هذا وهذا بيأخذ الكوب الثاني افترض هذا وهذا بيأخذ الكوب الثالث فالي هو هذا فهمتوا الآن هاي طريقتها يعني أنا عندي الآن يلا يلا نركز جيدا في هذه المهارة أول شيء عندي وعاء واحد وين الوعاء؟ هو هذا فيصير الأول الأول نسميه في رياضيات المقصوم اللي تبي توزعه أنت دائما اللي تبي توزعونه تحطونه أول واحد ونسميه في رياضيات المقصوم طيب أبعرف منين جبت كلمة القسمة؟ منين أجيبها؟ إذا قالك كل واحد أو قالك القطعة الوحدة إذا شفت في المسائل كلمة القطعة الوحدة أو الكوب الواحد أو أي شيء يدل على شيء الواحد تمام؟ طيب هنا الآن المقصوم عليه يلا لا افترض الآن عندي هاي اللي تبي توزعه؟ الساد اللي بوزعه هو الحليب الوعاء هذا الواحد يعني واحد طيب تقسيم كم كوب عندي؟ ثلاثة طيب الآن شوف كيف يسوي لا تحط أول شيء يساعد المقصوم راح يكون دائما ركز جيدا في البسط دائما الأول يكون في البسط المقصوم عليه هو التحت طيب الآن هنا الحين وش بسوي ها عزيزة الطالب ستصبح هادي وين؟ أول شيء خط كسر وبعدين واحد هنا والثلاثة تحت طبعا هذه الآن مهارة طيب ننتقل الآن إلى الكلام الموجود على الشاشة طيب يمكن إيجاد كمية الحليب طيب كم عندي كمية حليب؟ هذه واحدة في كل كوب من القسمة الآتية كما تلاحظ الآن هذا الآن طيب يلا لا نأتي الآن لتعريف حاجة مهمة جدا وهي الكسر ما هو الكسر الاعتياد يمثل أجزاء متساوية من كل أو من مجموعة طيب وتستعمل الكسور لتمثيل القسمة فهمت الآن الكسور ترى هي قسمة فإذا قسم وعاء واحد من الحليب إلى ثلاثة أجزاء انتبه متساوية فسيكون في كل كوب ثلثة الوعاء اللي قبل شوي الوعاء الآن عزيز الطالب هذا لو خديت هذا الآن بهالطريق الآن هذا يصبح الآن واحد اثنين ثلاثة كل واحد يمثل الآن الثلث هذا رح ياخذ الثلث وهذا رح ياخذ الثلث والثاني رح ياخذ الثلث هذا هو الآن طبعا هنا هذا خلاص هو البسط دائما الشيء العلوي هو البسط هو العدد العلوي في كل كسر ويدل على عدد الأجزاء يعني الآن انت هنا مقسمت كم عدد جزء هذا واحد هذا اثنين هذا ثلاث العدد الأجزاء اللي شوفه هو جزء واحد هذا جزء وهذا جزء أما إذا حاب تريد تعرف مثلا هذا المقام هو ماذا هو عدد الأجزاء كلها كاملة هذه كلها كاملة بيصير في المقام يلا الآن ننتقل إلى مثال من مواقف الحياة نستعمل فيها الكسوق دائما هذا أي سؤال يجيكم مثل هذا أول خطوة تحدد المقسومة التي تريد توزع يكون أول شيء تعالنا ونتم نقرأ هذا السؤال يريد هذا الآن في مكان مطعم يريد تركي و سعود و فهد إذا عندنا ثلاثة ثلاثة أن يتقاسم فطيرتين تمام إذا عندنا فطيرتان و عندنا ثلاثة أصدقاء طيب السؤال بالتساوي هذه نقطة مهمة يعني إذا كان بيأخذ تركي و سعود و فهد فطير لابد ليأخذها تركي يكون نفس سعود تكون نفس فهد السؤال يقول لك فكم نصيب كل منهم يعني الواحد منهم هذه نقطة مهمة لا لأنه لم أعطي قسمة بس أنا أفهمها إذا بيبغى مني الكل منهم يعني الواحد منهم طيب يرام أسألكم سؤال لأن هذه نقطة مهمة الفطاير نوزحها على الأصدقاء الثلاثة أما الأصدقاء الثلاثة نوزوها مع الفطاير أنتم شفتم في حياتكم فطير فطاير حاط و جايب أصدقائك الثلاثة توزوها مع الفطاير و الفطاير توزعونها ها جاوبوا أحسنتم الفطاير فدائما الفطاير تريد توزحها تكون الأول شيء طيب كم فطيرة عندكم اثنان جميل إذن حط اثنان الآن هن طيب أنا الآن أفكر أي شيء العملية قسمة لماذا لأن في كلمة يتقاسموا بالتساوي كل واحد إذن قسمة طيب إذن نقسم الفطيرة هن على من على الثلاث أصدقاء يوم تركي وصعود وفهل خلاص تهين هذا أول شيء أنت الآن كتبتها الحين السؤال نبغى نمثل نبغى كلمة تمثل بالنماذج أو مثل يعني يرسم تستطيع أن ترسم تمام أي رسمة تمثل بس بصورة صحيح يلا ركز الآن جيد افترضنا عندنا الآن فطيرتين يلا عزيزي خلاص هذا الآن فقنا يكون بهذه الصورة طيب الآن هذه فطيرتين تمام حابين نقسمهم على كم على تركي وصعود وفهل طيب خلان نشوف الآن قسم كل دائرة كل دائرة سنقسم إلى ثلاثة أجزاء متساوية لا بد إذا قسمت كل دائرة لا بد تكون ثلاثة أجزاء متساوية ثم أستعمل الألوان لتوضح نصيب كل واحد يعني التركي كم يأخذ سعود كم يأخذ وفهة كم يأخذ هذا الآن كما تلاحظ الآن الآن هنا لو سألتك سؤال تركي الآن كم يأخذ من هذه الفطيرة أول خطوة تسوون وتحطون خط عدوا الأقسام كلها كاملة ستجون دون واحد اثنان ثلاثة تصبح في المقام إذن تعدهم كلهم الأجزاء كلها كاملة لأن المقام ماذا يقول لك تعد كل الأجزاء تضاح في المقام طيب أبغى تركي فقط أبغى الواحد إذا عرفت الواحد تعرف كم كل واحد يأخذ تركي مثلا تقول أستاذ هنا أخذ واحد هنا أخذ جزء واحد من ثلاثة أجزاء طيب الآن تركي أخذ فقط في هذه الفطيرة الأولى ثلث طيب والفطيرة الثانية نفس الطريقة تضع خط كم عندك الآن أجزاء مقسمة ثلاثة واحد اثنان وهذه الثالثة أحط تحت طيب كم أخذ التركي من هنا الآن ساد خض جزء واحد ثلث يعني هنا ثلث وهنا ثلث ثلث مع ثلث يعني ثلث تركي أخذ ثلث حتى فهد نفس الطريقة يأخذ ثلث الفطيرة حتى سعود برضو يأخذ ثلث الفطيرة إذن سيكون نصيب كل واحد منهم ثلث الفطيرة أو اثنان على ثلاثة طيب ننتقل الآن ركز جيدا الآن في بعض الأحيان موجود عندكم هذه في الكتاب ما معنىها طيب يقول في بعض الأحيان يكون تفسير باقي القسمة مهما جدا تعال سنتذكركم ما معنى باقي القسمة هو العدد الذي يتبقى بعد إيجاد ناتج القسمة تمام تفسير القسمة إسقاط الباقي ما معنى كلمة إسقاط الباقي معنى افترض أنت معاك الآن ثلاثة ريال وقدامك شخصين تبقى تعطي الواحد ريال وريال وباقي ريال معاك ممكن ما تعطيهم هذا إسقاط تمام هذا الآن ما عطت أي واحد إذن خلصوا منه طيب الآن افترض أن أنت عندكم الآن في رحلة معينة افترض الآن أنتم في رحلة مثلا قلنا أنتم عددكم خمسة عشر طال تمام جدت الحافلة الحافلة الواحدة مثلا تشيل مثلا ستة تمام إذن الحافلة الأولى هذه الحافلة مثلا شعلت ستة أشخاص الحافلة الثانية شعلت ستة أشخاص باقي ثلاث طلاب هنا هنا الطلاب بقوا ثلاثة ها تخلو تخلون زملائكم ولا تجيب لهم حافلة ثانية لأن تجيب لهم حافلة عشان يروحون الرحلة فخلاص تجيب حافلة هنا ونحط الثلاث طلاب هنا الآن أنتم كون تشوفون حافلة واحد اثنين ثلاثة وإذا قسمت خمسة عشر مثلا حتى تجدها مثلا اثنين مثلا إذا قسمتم على مثلا إذا قلت أبغى هم مثلا ستة تقول خمسة عشر مثلا تقسيم مثلا ستة تقول اثنين ويتبقى ثلاثة هذا الباقي ما نخلي لا نجيب لحافلة فيكون الناتج الآن بدأ ما يكون اثنين يكون ثلاثة طيب الآن نقطة الأهم هي الأخيرة ماذا هي الأخيرة أو الأهم يقولك يكون الباقي جزء من الإجابة كيف ترضوا كنتم دخلتم ثلاثة اثنين مثلا إلى مكان حق الكعكة أعطاكم ثلاثة كعكات خذت أنت الأولى خذت زميلك الثانية باقي كعكة واحد وشتسوم فيها راح تسوم فيها راح تجزؤونها هي كانت قطعة كاملة راح تأخذون النصب النصب فآن هو الكسور مدامنا قسمتها وخذت الآن تستخدم القسمة باستعمال الكسور اعتيادية تمام إذا نحن الآن ركز هنا درسنا اليوم كله على هذه ننتقل ونكمل وهذه هي نقطة مهمة عندكم تقسم الأشياء أو الانتباه إلى أجزاء متساوية يعني إذا عطيت الشخص يجب أن تعطي نفس الكمية طيب يلا الآن ركزوا معي جدا هنا في السؤال هذا تفسير باقي القسمة لا يلا الآن بناخذ في الطعام تريد فلوة ومرامو أن تقتسم آه هنا الآن قسمة ما دام فيه ثلاث كعكات صغيرة بالتساوي ما نصيب كل منهما آه الآن لابد نعرف لكم أول شيء وش اللي بنقسمه الكعكة صح فتكون أول شيء تمام إذا عندنا الآن كعكة ثلاث كعكات لنقسم على ماذا على فلوة ومرامو اثنين هذه الآن نبدأ الآن مع بعض يلا ركزوا جيدا في الشاشة ثلاث كعكات تقسم على شخصين هي فلوة ومرامو يلا ركزوا الآن معي هذه الثلاث كعكات جبناهم وقسمناهم جينا وعطينا هذه فلوة لنخذ الكعكة الأولى يا فلوة ثم خذي الكعكة الثانية يا مرامو آه باقينا وحدة الآن وش سوى فيه هذه الباقي هذا الحين هو الباقي وش سوى فيه الآن هل أخليك جزء من الإجابة اللي هي النقطة قبل شوي اللي أخذناها نعم تكون جزء من الإجابة طيب أنا لأن هذه قطعة كاملة ماذا أفعل فيها وعندي فلوة ومرام هذه القطعة الكاملة الآن هي الكعكة قسمها كم قسم قسمين لماذا لأن عندي فلوة ومرام طيب أنا تخذ قسمين الآن هي ثنتين الآن ركزوا معي جيدا فأنت تجي تقول أنا بقسمهم قسمين طيب الآن تخذ خط كم قسمت ثنتين طيب كم تبيعطي فلوة أبعطيها الجزء هذا يعني واحد وكم تبيعطي مرام أبعطيها هذا فتكون واحد يعني كل واحد أعطيت النصف الكعكة هذه تمام يعني فلوة أخذت كعكة كاملة كعكة كاملة هو نصف الكعكة هذه حتى مرام أخذت كعكة كاملة ونصف الكعكة هذه هذه الآن اللي هو تفسير باقي القسمة كما تلاحظ الآن هنا فلوة وهنا مرام خلاص الآن أقول يح تحصل كل منهما ثلاثة على اثنين هذا ما بيقولكم كيف جد ثلاث طيب ويبين النموذ جدنا كل منهم ستحصل على كعكة كاملة واش والكعكة المتبقة تقسم بينهم بالتساوي فتحصل كل منهم واحد يعني كعكة ونصف الكعكة طيب هذه كيف جابها نفس القسمة قبل أقال أول شيء ستخط تساوي ستخط كسر هذه الآن بسط وهذه الآن مقام تمام طيب ننتقل الآن يلا هذا جميل جدا السؤال نقرأ الآن وركز لقلك مثل يعني ارسم طيب مستعمل النماذج هنا الآن ما عندنا نحاول مثل بالصورة أو باستخدام الرسم طيب الآن نقرأ السؤال جيدا استعمل كيسان أي هذا كيسان من الطعام الطيور لمل ثلاثة أوعية ثلاثة أوعية الآن وان تقرأ انتبه بالتساوي يعني الحين لما تبي تعطي الأوعية الثلاثة كل وعاء من الثلاثة لابد أني أخذ نفس الوعاء الآخر من كيس الطعام حق الطيور السؤال الآن يقول لك ما كمية الطعام التي وضعت في كل وعاء يعني الوعاء الواحد كم خذينا يلا الآن أبغى منكم طريقة الأهم يلا لا عندنا الآن كيس طعام وانتبه قالك اثنان وعندنا أوعية وين يتوزحهم الأوعية فاضة يتوزحهم على الكياس أم كيس الطعام حق الطيور هو التي تتوزعه هذه نقطة مهمة وين أحسنتهم وهي الكيس الطعام هي اللي بنوزعها الأوعية فتكون ماذا الأولى هذه نقطة مهمة خلاص الآن نجي نقول هذا الآن كيسين تمام حابة وزعهم على ثلاث أوعية ركز معي واحد اثنان ثلاث هذا الآن لوعية ثلاث اللي واحد اثنان ثلاث هذا الآن تخيلوا هو ماذا الكيس تمام طيب الطالب الذكي كل كيس هذا يقسم إلى ثلاث واحد اثنان بالتساوي هذا نفس هذا نفس هذا وهذا بعد نفس الشيء هذا يكون نفس هذا نفس هذا لماذا ياستاذ حتى يكون بالتساوي وأعطي كل واحد حطله في واحد تعاقوا نشوف الآن أنا وانتم كيف جد يلا عزيز الطالب ركز جيدا هذا الآن حطنا هنا الثانية ذي نفسه بالضبط حطنا هنا الآن خلاص وزعنا الكيس الأول بالتساوي لاحظ هذا الكمية نفسه هذا الكمية نفسه بالتساوي أعطيناها الوعاء الأول الوعاء الثاني الوعاء الثاني خلاصنا منهم الآن الروح للثاني يلا هذا نعطيه هنا كذلك هذا نعطيه هنا الآن والوعاء نعطيه هنا الآن خلاص أنت هنا الآن الآن بإمكانك الآن تقول اثنان على ثلاثة تمام كيف جد أنت وشوف عندك الآن هنا واحد قسم اثنين ثلاثة كل واحد اخذ ثلاثين تمام بمكانه نكتب الان كيسين هنا تقسيم ثلاثة بعدين مثل ما قلت لكم اثنان يكون هو هنا خط كسر يكون البسط والثلاثة يكون المقام كما تلاحظ الان جيدا وهي مكتوبة الان عمامك ننتقل لان هذا السؤال اعطيكم لكم ثلاثين ثانية ثم بعد ذلك نناقش هذا السؤال نبدأ من بعض اشتركوا في القناة شكرا لتفاعلكم أعزائي الطلاب والطالبات الرائعين والرائعة يلا الآن نبدأ من بعض ونحدد الأول وهو هم شيء اللي بنوزع عليه يقول لك وزع مدرس التربية الفنية ثلاثة كيلو جرام من السلصال على أربعة طلاب آه نتوقف قليلا يلا لا وين اللي بنوزع يعني خليكم ما تكي هل طلاب الأربعة نوزعهم على السلصال ما تجي وش اللي نبوزع حسنتهم السلصال كم كيلو عطانا عطانا ثلاثة كيلو خلص وحط ثلاثة طيب وأنا أقرأ أفهم وش العملية العملية قسمة كيف جابها قالك بالتساوي ثم كلمة وزع وزع قسمة ترى واللي يأكد لك بالتساوي وما نصيب كل واحد منهم يعني الأربعة كم نصيب كل واحد منهم فتحط تقسيم أربعة خلاص الآن يساوي خلاص الآن تحط خط كسر الأول يكون بسط والثاني يكون مقام أنت الآن حلتها بالشكل اللي هو حسابي أبواك الآن نشوف كيف نحلها مع بعض بالشكل النموذج يلا لا نركز معي هذا الآن افترض عندك السلصال تمام وعندي أربعة طلاب كل سلصال أبقسم على أربعة طلاب يلا هذا الأول هذا الطالب الأول خذ الجزء من هنا وهذا الطالب الثاني خذ الجزء من هنا بالتساوي شوف لاحظ كله بالتساوي وهذا الطالب الثاني خذ الجزء وهذا الطالب أخذ يعني هم يأخذون أجزاء إلى الآن يأخذون أجزاء طيب هذا أخذ يعني كل واحد من هؤلاء أخذوا الربع يعني الأول طالب قدت واحد من أربعة تمام؟ هذا كل طالب الآن نذهب للثاني هذا خلصنا من هذا لأنه عندك ثات كيلو важно إفترضنا كيلو واحد من السلصال وهذا كيلو واحد من السلصال وهذا كيلو واحد من السلصال الكيلو الواحد قسمناه إلى أربعة فكل واحد سيأخذ الربع تماما عزيزي الطلاب والطالبات الرائعين والريعات هذا كل واحد ربع أنت هنا نروح الثاني يلا هذا نفس الطريقة رح نقسمهم إلى أربعة تجزاء بالتساوي طيب هنا الآن نفس الطريقة هذا أخذ الآن كل واحد ربع هنا كل واحد ربع تمام طيب نروح للإستوصال الثاني نفس الطريقة رح نقسمه بالضبع إلى أربعة تقصام الآن لاحظوا معي الآن كل طالبة أخذ من القطعة الأولى اللي فيها واحد كيلو ربع ثم القطعة الثانية واحد كيلو ربع ثم القطعة الثانية ربع يعني كم لاحظتوا ربع ربع يعني ثلاثة أرباع تمام كما تلاحظوا الآن ثلاثة أرباع كيلو جرام انتهينا نروح ننتقل للسؤال الثاني أعطيكم ثلاثين ثانية ثم بعد ذلك نناقش هذا السؤال ترجمة نانسي قنقر شكرا لتفاعلكم أعزائي الطلاب والطالبات الرائعين والرائعة طيب تعالوا أنا وأنتم نشوف حل هذا السؤال لما نجي نقرأ يريدوا أربعة أطفال تمام أن يقتسموا يعني قسمة خلاص قطعة البسكويت المبينة عندنا فيما بينهم بالتساوي ما نصيب كل واحد مدام قال لك كل واحد وتقسيم إذن هذه قسمة طيب تعالوا أنتم الآن الأخطاء اللي قد تقعون فيها بعد الطلاب ماذا يفعل يضع الآن اللي يقول مثلا أربعة طلاب فيقول أربعة تقسيم خمسة طيب هل هذا الكلام صحيح؟ هل هذا الكلام صحيح؟ هذه نقطة قد تقعون فيها هل الطلاب بنوزعهم على البسكويت؟ عمركم شفتوا طلاب يتوزعون على البسكويت؟ ما فيه البسكويت هي اللي يوزحها فتصير خمسة الأولى هذه النقطة اللي قد تشوف الطالب الأولى أربعة خلاص أحطها لأول واحدة لا خطأ انتبه اللي توزع أول شيء وينه؟ البسكويت فيصور أول شيء يعني هذه خطأ فتكون البسكويت أول شيء خمسة بعدين الطلاب اللي توزحها عليهم أربعة يعني عندك خمسة أشياء تبي توزحهم على أربعة أشخاص كم تعطي كل واحد؟ تقول كل واحد أعطيه إيش؟ لو سألتكم الآن سؤال أنا هنا خمسة قطع وعندك أربعة أشخاص كم تعطيك الواحد؟ ها عزيزي الطالب والطالبة تعالوا ناو أنتم نشوف فلا شوف الآن هنا عندي الآن أربعة طلاب وعندي خمسة بسكويت واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة أبجي عندي أربعة طلاب تخيلوا أن هذا طلاب الآن مثلا هذا واحد وهذا اثنان وهذا ثلاثة وهذا مثلا أربعة تمام يلا كم كل واحد؟ تقولها بعطي كل واحد الآن هم أربعة هذا بعطيه واحد والثاني بعطيه هذه والثات بعطيه هذه والرابعة يعني أعطيت كل واحد الآن إلى الآن واحدة قطعة وحدة إلى الآن إذن كل واحد أخذها قطعة وحدة هذا واحد وهذا واحد وهذا واحد وهذا واحد باقي لك القطعة هذه شو تسوي فيها ماذا تفعل فيها رح تقسمهم علي كم القطعة هذه تقسمها علي كم على عدد الطلاب كم عددهم أربعة خلاص قسم هذا وهذا الطريقة هذه خلاص قسمتهم انتلاثا فهمت كل واحد الآن كم قطعة قسمت وكلهم تقول سيت أربعة تقسم معني أربعة تحت كم تبين تعطيك الواحد يعطيك الواحد جزء واحد فتصير واحدة إلى أربعة بها الطريقة عزيز الطالب والطالبة الآن كل طالب راح يأخذ واحد قسمنا هذه أربع أصبح كل واحد يأخذ قطعة كاملة وربع القطعة ليه هذه إذن قطعة مسكويت يلا الآن ركزوا على هذا السؤال الجيد انتبهوا معي جدا قلوا استعملت ستة كاس هذه ستة من التراب لملء خمسة أوعية للزراحة هذه خمسة الأزهار ما كمية التراب التي وضعت في كل وعاء واحد طيب يلا ركز معي جيدا إذن هذه ستة كاسي بنوزها على ماذا خمسة لابد أن يعرفنا هذه صح الآن هذه صارت الأولى لأن الكاسي يبيوزها على الأوعية طيب يلا الآن ركزوا معي هذه الآن كما تلاحظون ستة كاس جميل وهذه خمسة أوعية يلخن وزحهم الآن عندنا أوعية خمسة وعندنا ستة كاس يلا هذا الكاسي الأول بيروح مع هذا وهذا بيروح مع الوعاء الثاني كما تلاحظون عزي الطلاب أيوا خلاص نتوقف الآن هذا هو الباقي لن أعطي أي واحد منهم طيب شا سوفيه لابد الآن قسمه كم عندي وعاء الآن عندي خمسة واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة كل واحد خده قطعة واحدة أو كيس واحد كامل تمام؟ بس هذا الآن شو سوفيه رح أقسمه إلى خمسة تمام؟ عزي الطلاب والريعين والريعات شوفوا الآن واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة هذه واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة الآن تقسمت إلى خمسة تحت خط إذا قسمته إلى خمسة طيب كم تبي تعطيه كل واحد؟ تعطي كل واحد جزء من هنا يعني كل واحد بتعطيه خمس فيصير الآن أعطيت كل واحد قطعة كيس واحد وخمسة الكيس فيصير عندها بهذه الطريقة لا هذا الآن كمية الترى واحد وخمس كمية الترى أو واحد على خمسة طيب هذا الآن يعتبر لكم مهام أدائية وإلى هنا عزي طلاب تعلمني اليوم البسط هو العد العلوي في الكسر ويدل على عدد الأجزاء والمقام هو العدد السفلي ويدل على عدد أجزاء الكل يعني الآن المقام وينه؟ تعدونها هذه كاملة واحد اثنان ثلاثة أربعة هذا هو المقام تعدونها كاملة وتحطونها تحت طيب البسط وينه؟ مثلاً تحت خط كسر هذه أربعة لها طيب أين البسط مثلاً؟ البسط هو الملون وهذا واحد؟ هذه الآن تصبح ثنياً على أربعة إلى هنا عزي الطلاب والطالبات نتوقف نستودعكم الله ودمتم بخير وإلى اللقاء في درس قادم إن شاء الله